الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية مشروع تعامل معرفة يقدم لإذن الله في مجال النظرية الكلية ما يسمى الطلب الكلية أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا في زمن الكورونا الذي عزلنا عن بعض وعلى بركة الله نبدأ الطلب الكلي قبل أن أبدأ أرجو أن أنبه هنا إلى شيء مهم جدا بأن الآن سنتحدث عن الطلب على كافة السلع البضائع الملموسة والخدمات غير الملموسة ليس سلع واحدة أو بضاعة واحدة أو سعر لها معين أتحدث عن كافة السلع الاستهلاكية والرأس المالي والحكومة اللي هي السلع العامة والسلع المصدرة والسلع المستوردة طبعا تحدثنا في مقاطع سابقة عن نموذج تحديد الدخل الكل هذا نموذج تحديد الدخل الكل وركزنا على متساوية الدخل الآتية اللي هي تتذكروا لدينا الآن الدخل الكل هذا هو Y الدخل الكل يساوي مجموع الإنفاق الاستهلاكي C على السلع المعمرة وغير المعمرة مضاف إلى هذا الانفاق الانفاق على السلع الرأسمالية اللي هي الاستثمارات ثم الانفاق الحكومي على السلع العامة ثم الانفاق على الصادرات والدخل منها طبعا ثم الانفاق على المستوردات هذه متساوية الدخل المهمة أذكر بها بأن هذا هو الدخل الكل يتكون من الانفاق الاستهلاكي الانفاق الاستثماري الانفاق العام الحكومي الانفاق على الصادرات والدخل من الصادرات ثم الانفاق على المستوردات يمثل كل متغير من هذه المتغيرات سواء كان الاستهلاك أو الاستثمار أو نفاقات الحكومة أو الصادرات أو المستوردات شكل معين من الطلب على السلع يعني كل متغير منها طلبا يمثل وطلبا على شكل معين من السلع وعلى سبيل التحديد يمثل الاستهلاك طلبا على السلع الاستهلاكية المعمر ديورابل وغير المعمر نون ديورابل ويمثل اي هنا اي طلبا على السلع الاستثمارية investment goods خطوط الانتاج للآلات المعدات وما شابه ويمثل جي طلبا على السلع العامة public goods الصافية وغير الصافية مستشفيات جامعات طرق سدود وهكذا ويمثل اكس طلبا على السلع المنتجة محليا من قبل دول أخرى ويمثل المتغير M هذا المتغير M طلبا على السلع المنتجة في الدول الأخرى من قبل اللاعبين المحليين طبعا سواء كان مستهلكين أو منتجين أو حكومة إذن الآن هذه المتغيرات هذا المتغير وهذا المتغير وهذا المتغير وهذا المتغير CUIGXM كلها تطلب على سلع إما طلب عليها داخل الاقتصاد المحلي أو أنها طلب عليها من قبل اقتصادات أخرى نكمل إن شاء الله الآن مقابل كل هذه الأشكال من السلع الاستهلاكية الاستثمارية والعامة لاحظوا لي والمصدرة والمستوردة هناك ضروري جدا أن نتذكر مستويات أسعار Price Level لكن هناك مستوى أسعار عام ما يسمى General Price Level هذا General Price Level نطلع لأنه يعني نرمز له بالحرف P يمثل السعر العام الذي تباع مقابله وتشترى السلع مجمعة كأننا نفترض الآن أننا نتحدث عن سلعة كبيرة جدا تتكون من السلع الاستهلاكي لا يعتبرها أنها تعبير مجازع عن سلعة كبيرة اسمها السلعة الكبيرة Aggregate Commodity وطبعا تنضوي تحت لواء ما يسمى الطلب الكلي فإذن الآن يسمى الطلب على السلع كلياتها مجتمعة الطلب الكلي أو دعني أضحها في خط أحمر أحمر فاتح حتى نميزها والطلب الكلي Aggregate Demand أرجو أن تتذكروا هذا المصطرح Aggregate Demand وعادة ما يختصر بـ A D Aggregate Demand اللي هو الطلب الكلي الطلب المجمع الطلب على كافة السلع وكأننا ننظر إلى سلعة واحدة يستكون من الاستهلاك الاستهلاك المنفغات اللي هي السلعة العامة والمستردة والمصدرة فالـ Aggregate Demand كيف نشتقه دعنا نعود إلى مستويات من الدخل التوازني أذكركم فيها الذي توصلنا إليه من متساوية الدخل هذه متساوية الدخل هنا تذكروا الدخل الكلي هذا هو الاستهلاك هذا هو الاستثمار هذه الفقات الحكومة هذه الصادرات وهذه المستوردات الآن على المحور الأفقي هو مستويات الدخل Y على المحور العمودي هي السي والآي والجي لن أعيدها هنا لكن فيه هناك الآن الخط القاطع هذا الذي يقطع هذا الربع الأول من مستوى ديكارد كلها تكمية موجبة يصلع مع الأفق زاوية مقدارها 45 درجة كما هو مذكور هنا 45 درجة الآن هذا الآن الخط الأخضر يمثل الطلب الكلي عفوا ليس الطلب الكلي الانتاج الكلي يمثل الانتاج الكلي C و I و G و X-M عند مستوى أسعار معين فالآن Y تساوي C و I زائد G زائد X-M عند مستوى لنفترض أنه P1 P1 الآن يعني مستوى السعر P1 لنفترض الآن بأن طبعا هنا التقاطع التقاطع أدى إلى يعني شو هذه النقطة هنا التقاطع فنشأت Y1 اللي هي كمية الإنتاج الأولى عن مستوى P1 هذه الآن P1 P1 اللي هو مستوى الأسعار العام أوكي أرجو أنتبه لها أدت إلى نشو هذه الآن الكمية من أو القيمة من الدخل التوازني Y1 لنفترض الآن لاحظوا لأنه P انخفضت بأسعار يعني انخفضت أسعار P أو خفضها قيمة P الأسعار العام مستوى الأسعار العام الخفض ما أدى إلى عندما تنخفض الأسعار سي بدورها سترتفع وتذكروا بأنه الأسعار ربما تشمل تشمل هناك كثير من الاقتصاديين يضمنوا في مستوى الأسعار مستوى سعر فائدة فعندما يكون جزء من أسعار مستوى سعر فائدة وتنخفض هالأسعار ما يعني الآن بأن هناك زيادة في الاستثبارات وطبعاً راح يكون في إذا انخفضت الأسعار زيادة في الطلب على السلع العامة بتكون أهوى وأسهل على الحكومة أن تزود الناس بسلع عام من طرق ومستشفيات وجامعات عند أسعار مخفضة والصادرة تصبح يعني أسهل والمستوردات بتكون أسهل عندما تنخفض الأسعار فلنفترض بأن هنا نفترض أن P انخفضت في مستوى الأسعار العام ما يعني الآن بأن مستوى الانتاج ارتفع عند هذا المنحنة أو الخط المستقيم الأخضر الثاني لنفترض يعني الآن أصبحت C زائد A زائد G زائد X مينوس M عند مستوى السعر P2 وهو أقل يعني P2 الآن P2 أقل من P1 فنشأت هذه النقطة هنا هذه النقطة المكونة من الزوج المرتب بتقولي الآن أصبح الانتاج لاحظوا لي Y2 بمعنى آخر بأن الكمية الكلية زادت أو الانتاج الكلية زاد الانتاج الكلية زاد فإذن هناك علاقة عكسية بين مستوى الأسعار والانتاج هنا فكلما انخفضت الأسعار زاد الطلب الكلي الطلب الكلي على استهلاك الاستثمار وهكذا فالآن يمكن هنا طبعا نفترض بأن P2 أقل من P1 عفوا هنا هنا فيه خطأ هذا الآن P2 أقل من P1 هذه P1 باعتذر عنها فمعنى آخر أنه عندما خفضت الأسعار زاد الآن الدخل الكلي الآن دعنا نمثل ذلك بياريا التمثيل بياريا للطلب الكلي للطلب الكلي الآن Y تأتي على المحور الأفقي وهنا الآن مستوى الأسعار المحور العمودي هذا مستوى الأسعار الآن هذا مستوى الأسعار لنفترض بأن السعر السعيد في لحظة ما كان P1 هذا P1 P1 مرتفع نسبيا لاحظوا لي يعني اخترنا النقطة العليا من المحور العمودي فهذا مرتفع ما يعني الآن هذا الاعتفاع للسعار سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السرع السرع السهلاكية انخفاض الطلب على السرع العامة والسرع الاستثمارية والصادرات المستوردة وبالتالي نشأت الآن هذه النقطة الآن هذه النقطة نشأت ما يعني الآن بأن الانتاج الكلي يكون عند مستوى Y1 الانتاج الكلي هو الدخل الكلي لا تنسوا ان الانتاج الكلي اذا قيمناه بوحدات النقد او بأي وحدات ثانية اخرى بيكون هو الدخل الكلي اذا كمية الانتاج الكلي قيمته تساوي الدخل الكلي فلأن السعر كان P1 ومرتفع فنشأ عنه فقط انه انتجنا احنا وكان قيمة هذا الانتاج Y1 لنفترض بأن الاسعار الخفضت لحظو السهم الخلف الخفضت الاسعار الى P2 P2 نتيجة الخفض الاسعار ستؤدي الى انه يعني الآن زال الطلب على السلع الاستهلاكية زال الطلب على السلع الرأسمالي ثم العامة ثم الصيدرات المستورات وما شابه وبالتالي الان نشأت هذه النقطة الجديدة هذه النقطة الجديدة هذه بتقول لي انه مقابل P2 نشأت النقطة Y2 لزاد الانتاج من Y1 الى Y2 من Y1 الى Y2 ولنفترض ان الاسعار الخفضت من P2 الى P3 كذلك الامر الان P3 معنى ذلك انه زال الطلب اكتر واكتر واكتر وبالتالي نشأت هذه النقطة الجديدة الان هذه النقطة الجديدة بتقول لي على انه مقابل P3 زال الكمية الانتاج اللي هو الدخل الكلي من Y2 الى Y3 الى Y3 هذه Y3 الان لو شبكنا كل هذه النقاط في عندي طبعا عدد لا نهائي من النقاط يمكن يعني تخيلها هنا لو شبكنا بين هذه النقاط بهذا المنحنى او الخط المستقيم هو الاجرغ الديماند هذا هو الاجرغ الديماند او الطلب الكلي طبعا مقابل مال مقابل السعر P1 P2 وهكذا ملاحظة قبل انتهاء هذا المقطع حالا امننا ان نلتقي شاء المقطع اخر ملاحظة انه الان الاجرغ الديماند لاحظوا لي هذا الاجرغ الديماند هو دال function في C I G و X M at different P levels يعني معنى اخر هو الاجرغ الديماند هو دال او الطلب الكلي هو دال في الانفاق الاستثمار الانفاق العام وصاف القطاع الخارج السلع الى X M عند مستوى مختلف من مستوى الاسعار هنا باللغة العربية الطلب الكلي هو دال في الانفاق على الاستهلاك يعني اضح اللون الاحمر هنا الاستهلاك الاستثمار السلع العام والصادرات والمستوردات اذا يعني هذا الاجرغ الديماند فما نستنتجه بان هناك علاقة عكسية بين مستوى الاسعار من جهة والدخل الاجمالي او الكل من جهة اخرى الذي يمثل اجر الديماند هنا طبعا كل نتيجة نسميها نسميها بلغة الاقتصاد التطبيقي الـ GDP او الناتج المحلي الاجمالي الناتج المحلي الاجمالي طبعا اجمالي عند مستويات اسعار مختلفة اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع شكرا لكم على حسن متابعتكم وارجو ان نلتقي باذن الله تعالى في مقطع مقبل قريب حول الموضوع هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته